ما كنتش عايزة أخرج قوي كتير كده عن الكلمة بسرعة بس عايزة أقول لكم على حاجة يعني في السنين اللي فاتت لما كان بتحصل وأنا ما أقصدش لما استدعيها دلوقتي أن أنا أقول يعني إسقاط على حاجة والله لكن كان فيها مصعبة جداً عدت علينا وكان كل حاسة بتحصل جوة مصر في أي حتة في الصعيد في القاهرة في اسكندرية وفي شمال سيناء ويسقط فيها مصري مدنيين أو حتى من الجيش والشرطة أو كده يعني كان صعب علينا كلنا لكن أنا كنت شايف الناس وأنا قلت الكلمة دي قبل كده والله أنا في خلال المدة اللي فاتت كلها وربنا سبحانه وتعالى الحمد لله أزح عن هذه الغمة وربنا رجحها تاني لكن أنا ما لقيتش مرة واحدة خلال لقاءاتي وجدت كتير سواء في الجيش أو في الشرطة أو حتى في منسبات أخرى ما لقيتش سيدة مصرية زوجة كانت أو أم يعني وجدت قالت لكلمة يعني تقلمني على موضوع سقوط ابنها شهيد أو مصاب ما حصلش الصلبة جاي من هنا القلب الحديد مش جاي إن أنا أنا إنسان لو جيت أهلي مش دعمين وبيجرحوني وبيزعقولي وبيلوموني كمان على واقع إحنا بنعيشه أنا هتأثر ما فيش كلام لكن كان دعم الشعب المصري للحالة دي اللي قاعدت أكتر من تسع سنين تسع سنين ولما بقولها النهاردة في يوم زي هذا ما قصودش أبدا غير أن أنا بسجل لاحترام والتقدير والامتنان والإعجاب بكل مصري ومصرية ربنا تشكر وقدرنا عشان كده نكمل ونتجاوز المرحلة دي في ناس كتير قاعدت في دول قاعدت تقاتل لإرهاب أكتر من 20 سنة ومنك حج بقية بقية صفحة وخلاص بفضل الله سبحانه وتعالى حتى في الموقف الاقتصادي الصعب كان كل الناس اللي حرم أننا يعني قال أنا جدا جدا وبدون شك كان الموقف صعب ومازال صعب صعب ومازال صعب لكن ما كانش عندي شك أبدا في الناس أنا بقول الناس اللي هو أهلي أهل مصر أنه هم بفضل الله سبحانه وتعالى بالله 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 تحية مصر والدنيا كلها والوجود بالله إن شاء الله شكرا جدا فإن شكرا جدا